السلام عليكم ورحمة الله عزيزي تلميذ الجزاء المشترك مرحبا بكم تتم لدرس عموميات حول الدوال العددية في هذا الفيديو سنتطرق إلى موضوع يجد فيه مجموعة من التلاميذ بعض الصعوبات وهو الأسئلة المتعلقة بحل المعادلات والمتراجحات على الشكل التالي يعني F2X تتساوي 0 أو F2X أكبر من أو تساوي 0 أو F2X أصغر من أو تساوي 0 أو F2X أصغر قطعا من 0 أو F2X أكبر قطعا من 0 أو إيجاد عدد حلول المعادلة F2X تتساوي M من بين الأسئلة التي تطرح في تمارين عموميات حول الدوال نجد بعض الأسئلة التي تتضمن حل المعادلات أو متراجحات على هذا الشكل إذن سنناقش كل حالة على حذاء ونعطي معنى هذه المعادلات وأيضا الإشارة إلى مختلف صياغ التي يمكن أن نصادف بها هذه الأسئلة ومن أجل ذلك سنأخذ المثال التالي حيث نعتبر الدالة العددية للمتغير الحقيقي X المعرفة على A بميال F2X تتساوي X2-2X-3 وCF تمتيلها المبياني وهي ممتلة على الشكل التالي حيث نلاحظ أن التمتيل CF يمتل منحنى الدالة F قلنا أنه من بين الأسئلة التي نصادفها حل المعادلة F2X تتساوي 0 ماذا نعني بحل المعادلة F2X تساوي 0؟ فبكل بساطة فحل المعادلة F2X تتساوي 0 يعني إيجاد قيم X التي من أجلها يتقاطع المنحنى CF مع محور الأفاصيل ماذا نعني بهذا؟ لفهم ذلك جيدا فإننا سنلجأ إلى التمتيل المبياني للدالة F ونلاحظ أن المنحنى CF يتقاطع مع محور الأفاصيل X في النقطتين التي سنسميهما النقطة A والنقطة B فإذا أردنا تحديد أفصول النقطة A سنجد بأن أفصول النقطة A هو 3 وإذا أردنا تحديد أفصول النقطة B فأفصول النقطة B هو ناقص 1 إذن فحل هذه المعادلة مبيانيا سيكون هو X تساوي ناقص 1 أو X تساوي 3 وبتحديد هذه الأفاصيل سنكون قد حددنا إحداثيات كل من النقطة A والنقطة B حيث أن إحداثيات النقطة A هي 3 صفر حيث أن F2X تتساوي صفر وإحداثيات النقطة B هي ناقص 1 صفر وتكون هاتين النقطتين هي نقطة T تقاطع المنحنة السئف مع محور الأفاصيل هذا كان فيما يخص الحل المبياني سنمر الآن إلى الحل الجبري فإذا طلب منا في السؤال حل جبريا المعادلة F2X تساوي صفر حيث أن F2X تتساوي X2-2X-3 هذا يعني بأننا نلجأ إلى حل المعادلة X2-2X-3 تساوي صفر وكما تعلمون بأنه من أجل ذلك نحتاج إلى المميز المختصر دلتا الذي سيساوي ناقص 2X2-4A التي هي 1 في السير التي هي ناقص 3 إذن دلتا ستكون هي 4 زائد 12 تساوي 16 إذن فللمعادلة حلان X تساوي ناقص B يعني ناقص ناقص 2 أي 2 زائد جدر مربع لدلتا يعني الجدر مربع لستة عشر الذي هو 4 على 2A يعني 2 في 1 X1 ستكون هي 6 على 2 تساوي 3 أو X تساوي ناقص B2 ناقص جدر مربع لدلتا يعني ناقص 4 على 2A يعني A على 2 التي ستساوي ناقص 2 على 2 تساوي ناقص 1 إذن وجدنا أن X تساوي 3 أو X تساوي ناقص 1 وكما تلاحظون بأنها هي نفس الحلول التي وجدناها في الحل الميبيان إذن كان هذا فيما يخص حل معادلة F2X تساوي 0 جبريا وهندسيا سنمر الآن إلى حل المتراجهات فأيضا بأسئلة التي يمكن أن نصادفها هي حل متراجهة F2X أكبر من أو تساوي 0 أو F2X أكبر قطعا من 0 وأيضا F2X أصغر من أو تساوي 0 أو F2X أصغر قطعا من 0 نبدأ أولا بF2X أكبر من أو تساوي 0 كما تعلمون بأن هذا الرمض فإنه يطلب مننا تحديد المجالات التي تكون من أجلها F موجبة يعني تحديد المجالات التي تكون فيها صور الصوابق X موجبة فكيف لنا أن نحدد مبيانيا المجالات التي يمكن أن نجد فيها X موجبة فX موجبة مبيانيا يعني نبحث عن الحيز الذي يكون فيه السئف فوق محور الأفاصيل إذن الحيز الذي يكون فيه السئف فوق محور الأفاصيل هو الذي يحدد لنا القيم التي تكون من أجلها F2X أكبر من أو تساوي 0 يعني القيم التي تكون من أجلها الدل أف موجب وكما تلاحظون بأن الحيز الذي يكون فيه السئة فوق محور الأفاصيل هو هذا الحيز يعني هذا المجال وأيضا هذا الحيز الذي يوافق هذا المجال وهذا المجال كما يبين الشغل فهو محدود من ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد وأغلقنا المجال من جهة ناقص واحد لأنه مطلوب منا أكبر من أو تساوي وأيضا المجال ثلاثة زائد مال نهاية أما فيما يخص F2X أكبر قطعا من سفر فأيضا يطلب منا تحديد المجالات التي تكون من أجلها F موجب ولكن هذه المرة قطعا إذن فما علينا إلا أن نبحث عن الحيز الذي يوجد فيه السئة فوق محور الأفاصيل ونستطني القيم التي تكون من أجلها F2X تساوي سفر وستكون مجموعة الحلول هي ناقص مال نهاية ناقص واحد وواحد يستثنى لأنه في هذه القيمة كما وجدنا سابقا بأن F2X تساوي سفر يعني يحدد تقاطع محور الأفاصيل مع منحنى هذه الدلة اتحاد ثلاثة زائد مال نهاية وبالنسبة لمجموعة الحلول بالنسبة لF2X أكبر من أو تساوي سفر فأيضا هي المجال ناقص مال نهاية ناقص واحد وكما قلنا أن واحد سيكون ضمن هذا المجال أنه مطلوب منا أكبر من أو يساوي سفر اتحاد ثلاثة زائد مال نهاية وما أريد الإشارة إليه هو أنه أحيانا يطلب منا تحديد جدول إشارة F وجدول إشارة F فهو لا يعني جدول تغيرات فجدول تغيرات يعني يميز لتابة الدلة هل هي تناقصية أم تزايدية أما بالنسبة لجدول الإشارة فهو يحدد لنا المواضع التي تكون فيها F موجبة والمواضع التي تكون فيها F ثالبة إذن فكما لاحظنا مبيانيا فإننا وجدنا بأن F2X تكون موجبة من المجال ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد والمجال ثلاثة زائد مال نهاية أما في هاتين القيمتين يعني ناقص واحد وثلاثة فإن F2X تكون مساوية للصفر إذن هنا موجب وهنا موجب وأكيد أنه بين الجدرين ستكون سالبة وسنلاحظ هل فعلا سيحقق لنا المنحنى ذلك فقلنا بالنسبة لحل المترجعة F2X أصغر من صفر يعني يطلب مننا تحديد المجال أو المجالات التي تكون فيها F2X سالبة أي سأف تحت محور الأفاصيل وكما تلاحظون بأن المجال الذي يوجد فيه السأف تحت محور الأفاصيل هو هذا المجال يعني المجال المحدود من ناقص واحد إلى ثلاثة وكما تلاحظون بأنه حين وضع جدول الإشارة فإننا وجدنا بأن ناقص واحد ثلاثة هو المجال التي تكون فيه F2X سالبة أما بالنسبة للمترجعة F2X أصغر قطعا فإن مجموعة الحلول ستكون هي المجال ناقص واحد ثلاثة إذن كان هذا فيما يخص المعادلات والمترجحات نمر الآن إلى تحديد عدد حلول المعادلة F2X تساوي M قبل شرح معنى هذه المعادلة فإننا سنذكر بشيء قلنا خاص بالدالة العددية قلنا بأن كل دالة عددية هي عبارة عن تطبيق معرف من Aغ نحو Aغ والذي يربط كل عدد X الذي نسميه سابق بصورة نسميها F2X وقلنا الشرط لكي يكون هذا التطبيق F عبارة عن دالة فيجب أن يكون كل عدد X مرتبط على الأكثر بصورة F2X ولكن هذا لا يمنع أن تكون الصورة مرتبطة بأكثر من سابق فيمكن أن نجد بأن صورة واحدة لها أكثر من سابق ولفهم ذلك جيداً نأخذ المثال التالي بالنسبة ل F2X تساوي أربعة نريد الآن تحديد سابق العدد أربعة أو الصورة أربعة إذن كما رأينا في فيديوهات سابقة أنه لتحديد سابق صورة فإننا ننطلق من محور الألاتيب ومن القيمة أربعة نحدد تقاطع مع منحنى الدالة وكما نلاحظ بأنه نتقاطع مع منحنى الدالة في نقطتين وكما تلاحظون بأن هذه الصورة لها سابق هنا X1 وصابق آخر هنا X2 إذن لاحظنا بأنه بالنسبة للصورة أربعة فإنها تتوفر على سابقين X1 و X2 إذن الآن كيف نعمد إلى تحديد حلول المعادلة F2X تساوي M من أجل ذلك فإننا نستعمل مستقيماً وهمياً ونفحص من خلاله منحنى الدالة يعني المنحنى CF كما تلاحظون بأن في هذه المنطقة فإن هذا المستقيم يتقاطع مع المنحنى CF مرتين أما عند الوصول إلى هذه النقطة يعني إلى ناقص أربعة فنلاحظ بأنه يتقاطع مع المنحنى مرة واحدة وإذا نزلنا إلى أسفل فإن هذا المستقيم لن يتقاطع مع منحنى الدالة كما تلاحظون بأن هذا المستقيم جزأ لنا هذا المحور إلى ثلاث مناطق المنطقة الأولى هي حيث تكون fx أكبر قطعاً من ناقص أربعة ومنطقة تكون فيها fx تساوي ناقص أربعة والمنطقة الثالثة حيث تكون fx أصغر قطعاً من ناقص أربعة إذن فلتحديد عدد حلول المعادلة fx تساوي m فإننا سنناقش حسب قيم m يعني نأخذ m تساوي ناقص أربعة ونأخذ قيم m حيث أن m تكون أكبر قطعاً من ناقص أربعة ونأخذ قيم m التي تكون أصغر قطعاً من ناقص أربعة فكما تلاحظون إذا كانت m تساوي ناقص أربعة فعدد حلول هذه المعادلة هو حل وحيد إذا كانت m أكبر من ناقص أربعة فللمعادلة حلين أما إذا كانت m أصغر من ناقص أربعة فالمعادلة لا تقبل حلاً وهذه هي الطريقة للإجابة على هذا السؤال حيث سنقول إذا كان M تساوي ناقص 4 فالمعادلة Fx تساوي M تقبل حلا وحيدا إذا كانت M أصغر قطعا من ناقص 4 فالمعادلة Fx تساوي M لا تقبل حل أو ليس لها حلول أما إذا كان M أكبر قطعا من ناقص 4 فالمعادلة تقبل حلين وصلنا الآن إلى حل Fx تساوي Gx Fx أكبر من أو تساوي Gx وFx أكبر قطعا من Gx وFx أصغر من أو تساوي Gx وFx أصغر قطعا من Gx فقبل ذلك سندكر بشروط تساوي دالتين نعتبر F والج دالتين نقول أن F والج دالتين متساويتين إذا تحقق شرطان أولهما أن مجموعة تعريف DF هي نفسها مجموعة تعريف الدالة ج وأيضا صيغة دالة Fx هي نفسها صيغة دالة ج دو إكس أما بالنسبة لحل معادلة Fx تساوي Gx ففي كل بساطة يطلب منا تحديد نقطة تقاطع المنحنيين CF وCG أما فيما يخص تحديد Fx أكبر من أو تساوي Gx يعني CF فو المنحنة CG وبالنسبة لFx أصغر من ج دو إكس فهذه المطلاجهة تعني تحديد المجالات حيث يكون CF تحت المنحنة CG ولفهم ما قلناه جيدا سنعمد إلى العمل على التمثيل المبياني التالي حيث هذا التمثيل يضم منحنيين المنحنة CF الممثل للدالة F والمنحنة CG الممثل للدالة G وكما نلاحظ بأنه في هذا التمثيل فإن CF والCG يتقاطعان في النقطتين A وB وهتين النقطتين محددتين B محددة بالأفصول 2 وA محددة بالأفصول قريبا ناقص 4 على 3 يعني ناقص 1.3 إذن فحلول المعادلة مبيانيا Fx تتساوي الج دو إكس X تساوي 2 أو X تساوي ناقص 4 على 3 إذن هذا هو الحل المبياني أما بالنسبة للمطرجحة Fx أكبر من أو تساوي الج دو إكس فإننا قلنا بأننا نبحث عن المجالات التي يكون فيها السئف فوق المنحنة CG وكما تلاحظون بأن المنحنة CF يوجد فوق المنحنة CG في هذا المجال يعني من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 4 على 3 وأيضا في هذا المجال يعني من 2 إلى زائد ما لا نهاية فنقول بأن حلول هذه المطرجحة هي المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 4 على 3 اتحال 2 زائد ما لا نهاية أما فيما يخص Fx أكبر قطعا من ج دو إكس فإننا نأخذ نفس المجموعة غير أننا سوف نستثني العددين التي تكون من أجلهما Fx تساوي ج دو إكس يعني ناقص 4 على 3 و2 وسيكون مجموعة حلول هذه المطرجحة هي ناقص ما لا نهاية ناقص 4 على 3 مجال مفتوح اتحاد المجال المفتوح 2 زائد ما لا نهاية وأخيرا Fx أصغر من ج دو إكس قلنا بأنه لحل هذه المطرجحة فإننا نبحث عن المجال أو المجالات التي يكون فيها منحنة سائد تحت المنحنة سي جي وكما تلاحظون بأن السائد يوجد تحت المنحنة سي جي في هذا المجال يعني من ناقص 4 على 3 إلى 2 وبالتالي في مجموعة حلول هذه المعادلة هو المجال المغلق ناقص 4 على 3 إثنان أما فيما يخص حل المعادلة Fx أصغر قطعا من ج دو إكس فإننا نأخذ نفس المجال ونستثني القيمتين التي من أجلهما تكون Fx تساوي ج دو إكس سنلخص ما قلنا قلنا بأن حل المعادلة Fx تساوي صفر يعني تحديد نقط التقاطع مع محور الأفاصيل Fx أكبر من أو تساوي صفر تحديد المجالات التي تكون من أجلها F موجبة يعني سأف فوق محور الأفاصيل Fx أصغر من أو تساوي صفر يعني تحديد المجالات التي تكون من أجلها F سالبة يعني سأف تحت محور الأفاصيل Fx تساوي M يعني تحديد عدد صوابق الصور بالدالة F وأيضا قلنا بأن Fx أكبر من أو تساوي ج دو إكس فإننا نحدد المجالات التي من أجلها يكون Cf فوق المنحنة Cg وFx أصغر من أو تساوي ج دو إكس نحدد المجالات التي يكون فيها Cf تحت المنحنة Cg وأخيرا Fx تساوي ج دو إكس نحدد نقط تقاطع المنحنيين Cf وCg إذن أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم وصلنا إلى نهايته وأضرب لكم موعدا إن شاء الله مع جزء آخر فانتظرونا قريبا إن شاء الله وأقول لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة